انتصار كبير للشعب الفلسطيني ولطمت موجعة غير مسبقة لكيان الاحتلال الصهيوني وحكومته بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الذي حسم الجدل بشأن طبيعة الاراضي المحتلة التي كما قال تشمل جميع الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة مؤكدا انها اراضي محتلة من احتلال اسرائيلي غير شرعية وليست اراضي يهودية كما يدعي نتنياهو ليس هذا فحسب فالقرار اكد انطباق اتفاقية جينيف الرابعة التي تتنكر لها اسرائيل على الاراضي المحتلة موضحا ان الاستيطان غير شرعية ويجب ازالته بالكامل وتعوض الفلسطينيين عن الضرر الذي لحق بهم عن كل اراضي صدرت وكل بيت هدم وكل ظلم وقع القرار طالب ايضا بوقف فوريا للاستيطان الاستعماري الاسرائيلي واجلاء كل المستوطنات والمنشآت الاستيطانية فورا مؤكدا ان اسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي حمل قرار محكمة العدل الدولية الدول قاطبة والجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن المسؤولية عن تطبيق القانون الدولية وحكم المحكمة مطالبا ايها بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لاسرائيل والاستيطان الاستعماري وعدم تقديم اي دعم له بل ذهب القرار الى ابعد من ذلك حينما طالب الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها بدراسة اتخاذ تدابير اضافية لانهاء الوجود الاسرائيلي غير الشرعي تشكل هذه الدعوة وحيثية القرار القانونية اساسا متينة وصلبا لفرض العقوبات والمقاطعة على اسرائيل وسحب الاستثمارات منها بوصفها كينا خارجا عن القانون الدولية حكم العدل الدولية من حيث التوقيت جاء في مكانه تماما بعد يوم من صدور قرار الكنيسة الاسرائيلي برفض الدولة الفلسطينية المستقلة ومثل لطمة موجعة لمن اتخذوا ذلك القرار وما ردات الفعل الاسرائيلي على القرار الدولي واتهام المحكمة الدولية باللاسامية الا دليل على ما يعيشه الاحتلال من ازمة داخلية في قطاع غزة واخرى خارجية تمثلت بانتقاد وادانة كيان مارقا خارجا عن كل القوانين والاعراف الدولية والانسانية